أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه يقول الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنْ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ الضمير في قبلهم يعود إلى من؟ إلى قريش إلى الكفار الذين خاطبهم الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة لما كانوا في شك يلعبون وأنذرهم الله سبحانه وتعالى وأنذرهم شيئا مستقبلا ولا لا الآيات السابقة أنذرت المشركين ماذا؟ الدخان وهو أمرٌ مستقبل أراد في هذه الآيات أن يُنذِرَهم بشيءٍ حلَّ بأقوامٍ قبلهم أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولٌ كَمَا أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وكذَّبُوه وحلَّ بهم العذاب فالله سبحانه وتعالى أنذرهم من جهتين بعذابٍ يستقبلهم إنهم كذَّبوا وبما حلَّ بأقوامٍ قبلهم كذَّبوا رسولهم فقال سبحانه وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَا فَتَنَّا أَيْخْتَبَرْنَا قَوْمَ فِرْعَوْنَ هُمْ قِبْطُ مِصْرٌ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ما هي الفتنة هنا اختلف العلماء رحمة الله عليهم بالمراد بالفتنة هنا فقال بعض المفسرين أن الفتنة هنا هو الغرق فتنَّا قبلهم أي أغرقنا قبلهم بيان لعذاب قوم فرعون وعلى هذا القول ففي الكلام تقديمٌ وتأخير والتقدير وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَفَتَنَّا هُمْ أي أغرقناهم لأن الفتنة أو العذاب إنما تكون بعد مجيء الرسل لا قبله ولا لا واضح يا أخواني القول الثاني أن المراد اختبرناهم بأن أمرناهم بالتوحيد وبالعبادة والمعنى عاملناهم معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم فَكَذَّبُوا فَأُهْلِكُوا فَكَذَّبُوا فَأُهْلِكُوا وعلى هذا فلا تقديم ولا تأخير والأصل يا أخواني دائماً القاعدة أن لا يكون في الكلام تقديمٌ ولا تأخير وأن يكون الكلام متسق هذا الأصل هذا الأصل كريم أي حسن الخلق وقيل كريمٌ على ربه وقيل شريف وكلها صحيحة كلها صحيحة أن أدُّوا إليَّ عباد الله أدُّوا مأخوذٌ من الأداء كأنه قال أيدفعوا إليَّ أيدفعوا إليَّ وأعطوني ومكِّنوني واختُلِف في هذا المؤدَّى فقال بعض المفسِّرين هم بني إسرائيل أن أدُّوا إليَّ عباد الله أي عباد الله من؟ بني إسرائيل وإياهم أراد بقوله عباد الله وهذا رأيُّ بن عطية القول الثاني أن المؤدَّى هو الطاعة والإيمان والأعمال والمعنى اتَّبِعُوني إلى ما أدعوكم إليه يا عباد الله اتَّبِعُوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق يا عباد الله وقول الله سبحانه وتعالى أن أدُّوا إليَّ عباد الله إنه لكم رسولٌ أمين كقوله تعالى فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذِّبهم قد جئناك بآيةٍ من ربك والسلام على من اتَّبعَ الهُدى وأمين أي مأمونٌ على ما أُبلِّغُكم به من عند الله سبحانه وتعالى ثم قال وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ أي لا تستكبروا على اتِّباع آياته والإنقياد لحُجَجِه وبراهينه إني آتيكم بسلطانٍ مُبين أي بحُجَجٍ بيِّنةٍ واضحةٍ لا لبس فيها والسلطان هو الحُجَّة السلطان هو الحُجَّة وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي استعاذ بالله عز وجل أن يرجموه من المستعيذ؟ موسى والمستعاذ من فرعون والمستعاذ به الله سبحانه وتعالى واستعاذ من ماذا؟ من الرجم ما معنى الرجم؟ قال بعض أهل علم ترجمون أي ترجمون بالحجارة ترجمون بالحجارة وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عن تفسير أي بِالشَتْمِي فعلى التفسير الأول الرجم حسي والثاني معنوي أيهما أرجح؟ ها كل القولين يعني أن الله سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام استعاذ أن يرجموه من الحجارة وأن يرجموه من السبّ والشتم ها لماذا؟ ايه لكنه استعاذ من الله وهذا كلام ما لحظه ابن عطية رحمه الله حيث رجح أن الاستعاذ هنا من الرجم بالحجارة أحسنت لأن السبّ والشتم كما قال الأخ العزيز أنه حصل حينما سبّوا قال إن هؤلاء إلى شذمة قليلون وإنهم لنا لغائلون فسبّهم وشتم موسى عليه السلام وأتباعه وبالتالي هل حصلت الاستعاذة؟ ما حصلت ولذلك قال ابن عطية والراجح أنه الرجم بالحجارة لأن موسى عيذ منه ولم يعذ من السبّ والشتم ولم يعذ من السبّ والشتم ثم قال سبحانه وتعالى وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاِعْتَزِلُونَ أي لا تتعرَّضون إن لم تريد أنتم الإيمان فلا تتعرَّضون لِي وَدَعُوا الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُسَالَمَةِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَنَا إِلَى أَنْ يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَنَا لأنه في هذه الآية يثبت أنه قال وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِي فَاَعْتَزِلُونَ يَنِدَعُونَ وَأَدْعُكُمْ لَكِنْ لَمَّا آمَنُوا لَمَّا لَمْ يُؤْمِنُوا أثبتت آية آية أخرى أن مُسَى دعا عليهم فقال رَبَّنَا إِنَّكَ آتِيتَ فِرْعَونَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَبَّنَا لِيُنْضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ وَرَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حتى يروا العذاب الأليم لكن لماذا دعا عليهم مُوسَى عليه السلام أيها الأخوة مع أنه كان يُطالب بالمُسالمة والاعتزال لأنهم لم يمتثلوا لأن فرعون هل هل فرعون امتثل دعوة مُوسَى لا وبالتالي مُوسَى عليه السلام دعا عليهم ولذا قال هنا فَدَعَا رَبَّهُ أن هؤلاء قوم مُجرِمون أي أنهم لم يعتزلوه وآذوه وكذَّبوا به وبالتالي دعا ربه أن هؤلاء قوم مُجرِمون فبعد دعوة مُوسَى قال الله سبحانه وتعالى فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا السَّرَيَانْ بِاللَّيْلِ إِمَّا لِأَجْلِ الْخَوْفِ كَحَالِ مُوسَى وَإِمَّا الْخَوْفِ عَلَى الدَّوَابِ وَالْأَبْدَامِ مِنَ الْحَرْرِ فَإِنَّهُ فِي السَّابَكَ كَانُوا يَمْشُونَ لَيْلًا ها؟ من أجل الدَّوَاب والأجسان من أجل الدَّوَاب والأجسان فيتخذون سرعيان الليل مصلحةً في ذلك ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يسري ليلاً يخرج ليلاً حتى لا يتبعه فرعون فأسري بعبادي ليلاً إنكم متبعون أي أن مونس أن فرعون من استكباره وعطوه لن يدعكم لن يقول والله هؤلاء إنما تركوني وتركوا لمملكتي وذهبوا إلى مكان آخر سأدعوهم سيتبعكم ويؤذيكم ويحاربكم وهذا من العلوي والاستكبار في الأرض إنكم متبعون واترك البحر رهوًا إنهم جند مغرقون هنا يا أخواني في الكلام تقدير ولا لا يثبته قصة موسى عليه السلام في سورٍ أخرى أن موسى أتى فضرب البحر ثم سلك في البحر ثم خرج فأتت آية واترك البحر رهوًا وهذا بعد عبور موسى فهنا الآية أخواني أو القصة مختصرة لأن السورة قصيرة فكان القصد منها الإشارة لقريش الإشارة لقريش واترك البحر رهوًا وذلك أن موسى عليه السلام لما جاوز هو بن إسرائيل البحر أراد أن يضربه بعصاه ليعود كمكان حتى لا حتى لا يتبعه فرعون فيكون البحر حاجزًا بين هاي أخواني بين موسى عليه السلام وبين وبين فرعون في المقاييس البشرية في المقاييس البشرية هذا غاية ما يتمنى موسى أن يكون البحر حاجزًا بينه وبين فرعون لكن الله أمره أن يترك البحر ودائماً يا أخواني نحن نريد والله يفعل ما يريد كُتِبَ عليكم القتال وهو كُرْهٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرٌ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كثير يا أخواني من الأمور نظن أنها في مقاييسنا ها أنها في ظاهرها ليست بخير لكن الله سبحانه وتعالى ترك فلم موسى عبد عبد لله عز وجل لما قاله أترك البحر رهوًا ومعنى رهوًا أي كحاله ساكناً دعه في المقاييس البشرية موسى عارف أن هناك جولات وجولات مع فرعون وأن هناك قتال وغير ذلك يعني أن الجولة لم تنتهي فهو في مقياس موسى عليه السلام أنه لم يأتي النصر لكن الله أراد شيئًا آخر وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوًا أي أُتْرُكُهُ سَاكِنًا وَتْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ دَعْ فِرْعَوْنْ يَسْلُكْ مَا سَلَكْتَ يا موسى وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوًا لكن البشارة أتت إنهم جند مغرقون الله أكبر يعني أردنا يا موسى بنصرك لا أن نجعل البحر حاجزًا بينك وبين فرعون بل أردنا محو فرعون وقومه من الوجود اقتلاعهم ولذلك عذاب الله سبحانه وتعالى إذا حل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليمٌ شتيد لو ترك موسى البحر لو ضرب موسى البحر فإن فرعون باقي أولا لا وسيبقى مقلقًا لموسى فإنه ربما يأتي بالسفن ويعبر إليه بعد يومين ثلاثة خمسة ويلاحق موسى لكن الله سبحانه وتعالى أمهل فرعون وكان يسوم قوم سسوءًا على أمهله أمهله وأمهله فلما أخذه أخذه أخذ عزيزٍ مُقتدر أخذه وأنهاه من الوجود تمامًا فمحى أثره وماثر قومه وقوَّته وجنوده فكان نصرًا مؤزَّرًا أنا أتذكر يا أخواني هذا المشهد ونحن نرى ما يعانيه أخواننا في سوريا من هذا القتل البشع قتل متعمد قتل للأطفال للنساء للرجال مُحاصرة منع الطعام قتل القتيل قتل دافنه قتل القتيل جرح الجريح قتل مُطبِّبوه ومُسعفوه حصار يعني قِمَّة في العلو والاستكبار وقول هذا إمهال الله لهم لحكمة إمهال الله لهم لحكمة لا نعلمها لا نكره شيئًا يا أخواني لا نكره ما يحصل نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ما بهم عاجلًا غير آجل لكن يا أخواني الله سبحانه وتعالى هو الذي يُدبِّر الأمور وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليمٌ شديد ثم قال الله سبحانه وتعالى واصفًا حالهم كم تركوا من جناتٍ وعيون الجنات يقول ما كان على ضفاف النور النيل على طول مصر والعيون قال بعض المفسرين أنها الخلجان الخارجة من النيل شبَّهها بالعيون ويسميها إخواننا المصريين اليوم الترع يسميها الترعة فكأنه عبر بهذه الخلجان الخارجة والتي هي يستفيد منها أهل مصر فائدة عظيمة سبَّهها بالعيون وقال بعض المفسرين بل كانت هناك عيونٌ ونضبت بل كان هناك عيون حقيقية ونضبت كم تركوا الضمير يعود إلى من؟ إلى فرعون وقومه كم تركوا من جناتٍ وعيون وزُرُوعٍ ومقامٍ كريم ونعمةٍ كانوا فيها فاكهين ونعمةٍ كانوا فيها فاكهين والنعمة بالفتح يا أخواني غَضَارَةُ العِيش وَلَذَاذَةُ الْحَيَاهِ وهو التنعم وأما النعمة بالكسر فهو أعم من النعمة لأن النعمة بالفتح من جملة النعم بالكسر ولذلك قد تكون بعض المصائب نعمة لكن لا تُسمَّى نعمة قال الله سبحانه وتعالى وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِين فاكهين وفكهين من التفكُّه يلبسون ما أحبُّ من الأموال ويحكمون البلاد فسُلِبُوا ذلك كله في لحظةٍ واحدة في صبيحةٍ واحدة فارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير واستولى على بلادهم من؟ ذلكم المستضعف كذلك وأورثناها قوماً كذلك وأورثناها قوماً آخرين هنا غير مُفسَّر من هم القوم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن وقال الله في آيةٍ أخرى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ثم قال الله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى فرعون وقومه فما بكت عليهم السماء والأرض قال بعض أهل العلم إن هناك إضمار والتقدير فما بكى عليهم أهل السماء والأرض أهل السماء والأرض كقوله تعالى وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ أي وَاسْأَلْ أَهْلًا أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء على فقت ولا لهم في الأرض بقع عبد الله فيها فهم ليسوا ممن يبكى ممن يبكى عليهم وقال بعض أهل العلم ليس هناك تقدير وأن المراد هنا بكاء السماء والأرض بكاءً حقيقي وأن السماء والأرض تبكي وأن السماء والأرض تبكي وفي بكائها ثلاثة أوج عند أهل العلم قال بعضهم إنه كبكاء أنه المعروف من بكاء الحيوان والثاني أنها حمرة في أطرافها والثالث أنها أمارة تظهر فيها تدل على أسف وحزن قال القرطبي رحمه الله والقول الأول أظهر أنه بكاء خاص لها لأحدا يقول كيف تبكي السماء والأرض نقول فكما تسبح فإنها تبكي أليست وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فالبكاء هنا يا أخواني فما بكت عليهم السماء والأرض أي ليس المراد أهل السماء والأرض وإنما بكاء السماء والأرض والأرض حقيقة يشهد لهذا يا أخواني ما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم إلا وله بابان باب يصعد فيه عمله عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه فإذا مات بكيا عليه ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فما بكت عليهم السماء فما بكت عليهم السماء والأرض ثم قال الله سبحانه وتعالى وما كانوا منظرين أي ممهلين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين أي أنقذهم الله عز وجل من ذلك العذاب الذي كان يهينهم من فرعون من قتل من قتل الرجال واستحياء النساء وغير ذلك من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين إنه كان عاليا أي مستكبرا جبارا عنيدا كقوله سبحانه وتعالى إن فرعون على إن فرعون على في الأرض وقوله من المسرفين أي مسرف في أمره سخيف الرأي على نفسه سخيف الرأي على نفسه ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ أي على عالم زمانهم وإلا هذه الأمة أفضل الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس مثل ذلك قوله سبحانه قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس أي في ذلك الزمان وقال عن مريم واصطفاك على نساء العالمين أي في زمانها وآتيناهم من الآيات أي الحجج والبراهين وخوارق العادات وهو لفظ شامل جامع لجميع معجزات موسى عليه السلام التي ظهرت في قوم فرعون وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين أي ما فيه اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى إذن الله سبحانه وتعالى يا أخواني أغرق من أغرق فرعون وأورث بني إسرائيل ها؟ وأورث بني إسرائيل ملك فرعون أغرقه وجنده وأتباعه وبقي الملك لموسى عليه السلام ولأتباعه ولذلك سماها وراثة وأورثناها بني إسرائيل من حيث كانت وصلت إلى من حيث كانت أشياء وصلت إلى آخرين بعد موت الأولين يعني المراث ماذا يسمى؟ سمي مراثاً لأنه يأتيك بعد موت آخرين فسمى الله عز وجل هذه وراثة لأنها أتت بعد هلاك بعد هلاك فرعون أما المراث في الشرع فقد ربطها الشرع بالنسب والقرابة ثم قال الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء ليقولون عاد الضمير لمن؟ إلى قوم قرش الآن بعد قصة هذه القصة مع هذا إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين هل هذه حجة يا أخواني؟ هذه حجة باطلة شبهة فاسدة فإن المعاد متى وقته؟ هل أخبر الله عز وجل أن المعاد في حياتهم وفي دنياهم حتى يقولون أئتوا بآبائنا؟ إنما أخبر الله أن المعاد إنما يكون يوم القيامة وبذلك فدعوى طلبهم بالإتيان بآبائهم في دار الدنيا تمحل تمحل وصد عن الحق فقال الله سبحانه وتعالى منكراً لهم ومتوعداً أهم خير أهم خير أي هؤلاء هؤلاء قومك يا محمد الذين يكذبون خير أم قوم تبع تبع هذا يطلق على كل من ملك حمير كل من ملك حمير يطلق عليه تبع كما أن من ملك مصر يسمى فرعون وكذلك من ملك الفرس يسمى كسر والروم قيصر فليس حمير هذا رجلاً واحداً لكن هنا في هذه الآية أراد الله عز وجل شخصاً آخر هو تبع الأوسط كما قال بعض المفسرين ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة وستة وعشرين سنة هذا الملك يقولون لا ما هو عشر سنين ولا خمسة عشر سنة الذي يقتل شعبه من أجل أن يبقى خمس سنوات ولا عشر سنوات يقولون ولم يكن في حمير أطول مدة منه وتوفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سبعمائة عام قال أبو عبيد سمي تبعاً لأنه يتبع صاحبه أي كلما هلك منهم ملك تبعه ملك آخر وقيل سمي تبع لكثرة أتباعه قال كعب الأحبار الله في هذه الآية ذم قوم تبع ولم يذبما تبع لأنه كان رجلاً رجلاً صالحاً أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أي من قبل قوم تبع أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أي لا يظنون ذلك ولا يعتقدون ذلك ولما أخبر عن قصة فرعون ربما يقولون فرعون هذا بعيد ولا لا أعطاهم شيئاً قريب زمناً ومكاناً فاليمن قريب من قريش ولا لا اليمن أو حمير قريبة وكانت من رحلة الشتاء والصيف ويعرفونها ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ قال ابن عطية فيه إخبار فيه تنبيه وتحذير أيها المكذبون أفيقوا من غفلتكم فإننا ما خلقنا هذه السماوات العظام ولا هذه الأرض لعباً وهزواً يشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا من النار أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ قال سبحانه ما خلقناهما الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى السماوات والأرض إلا بالحق أي بالواجب المفضي إلى الخيرات قال ابن القيم الحق هو الحكم والغايات المحمودة وهو أنواع كثيرة منها أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته وأن يقود ذلك إلى أن يُعبد ويُشكر ويُذكر ويُطاع سبحانه وتعالى ومنها أنه يأمر وينهى ويُشرِّع الشرائع ومنها شهادة مخلوقاته كلها بأنه سبحانه وتعالى ربُّ هذه الأشياء وهو الخالق وهو الخالق لها وهو الملك سبحانه وتعالى وهو المُستحق للعبادة وحده لا شريك له وقال في موضعٍ آخر مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ فُسِّرَ الْحَقُّ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ثم قال سبحانه وتعالى إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يوم الفصل هو يوم القيامة يفسر الله عز وجل فيه بين الخلائق ولذا سُمِّي يوم الفصل فيُعذِّب الكافرين ويُثيب المؤمنين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين أي يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين على صعيدٍ واحد يوم لا يُغني مولًا عن مولًا شيئًا أي لا ينفع قريبٌ قريبًا كقوله سبحانه وتعالى فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وكقوله سبحانه وتعالى وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا والمولى في هذه الآية عُمُّ جميع الموالي من القرابات وموالي العِتق وموالي الصدقة ولا هم يُنصرون أي لا ينصر القريب قريبة ولا يأتيه نصرٌ من خارج إلا من رحم الله أي أن النافع في ذلك اليوم هو ماذا؟ هو رحمة الله فحسب إنه سبحانه أكد ذلك بقوله إنه هو العزيز الرحيم ثم قال سبحانه إن شجرة الزقوم يقول تعالى مخبراً عما يعذِّب به الكافرين الجاحدين إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وشجرة يا أخواني لو ترجعون إلى المصحف لو وجدتم أن الشجرة كُتِبت بماذا؟ بالتاء المربوطة بالتاء المفتوحة يقول ابن الأنباري كل ما في كتاب الله من ذكر الشجرة فالوقف عليها بالهاء إلا حرفاً واحداً في سورة الدخان الآن كل المصحف كُتِبت شجرة بالتاء المربوطة إلا سورة الدخان فقد كُتِبت وهذا علم يسمى عند العلم رسم المصحف رسم المصحف إذا وقفت مثل والشجرة الملعونة في القرآن إذا وقفت على الشجرة كيف تنطقها؟ والشجرة طيب إن شجرة الزقوم إذا وقفت على الشجرة ماذا تقول؟ إن شجرت لأنها كُتِبت بالتاء بالتاء المفتوحة الزقوم طعام الأثيم أي أثيم في قوله وفعله وهو الكافر وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه أبو جهل والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كالمُهلي المُهل ما ذاب من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص ونحوه والمعنى أن هذه الشجرة إذا طعمها الكافر في جهنم صارت في جوفه كتفعل كما يفعل المُهل السخن من الإحراق والفساد نعوذ بالله والله عز وجل يا أخواني قد جمع لأهل النار عذاب الخارج والداخل لم يكتف الله عز وجل الناس الله يعيذنا من النار لم يكتف الله عز وجل بأن عذَّب أهل النار بالنار فقط فأحرقتهم من خارجهم وإنما تُحرِقهم من خارجهم يا أخواني ويشربون الزقوم الماء كالمُهل يغلي في البطون فجمع الله عز وجل لهم بين النار الداخل ونار ونار نار تُحرِقهم وتشوي وجوههم وأجسادهم ونار تُحرِق أجوافهم نسأل الله العافية والسلامة نسأل الله أن يعيذنا من النار نسأل الله أن يعيذنا من النار نسأل الله أن يعيذنا من النار ووالدين كالمُهل يغلي في البطون كغلي الحميم ثم قال الله سبحانه وتعالى خُذُّوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم أي خُذُوه فادفعوه إلى سواء الجحيم إلى وسطها لا تضعونه في أطرافها بل يوضع في وسطها ثم صُبُّوا فوق رأسه من عذاب الحميم النار هو في وسط النار ويُصطبَّ النار على رأسه ويشرب النار ويشرب المُهل الذي يغلي في جوفه نعوذ بالله من النار كقوله سبحانه يُصَبُّوا من فوق رؤوسهم الحميم يُصحَروا به ما في بطونهم والجلود صلى الله العافية خُذوه فاعتلوه إلى سوائج ثم صُبُّوا فوق رأسه من عذاب الحميم من تبعيضية أي صُبُّوا فوق رأسه بعض هذا النوع من العذاب وقيل بيانية أي عذابٌ هو الحميم وقيل من هنا بيانية أي عذابٌ هو الحميم ثم قال الله ذُق إنك أنت العزيز الكريم على وجه التهكم والسخرية يا من كنت تظن أنك عزيز في منعه من هذا العذاب وأنك كريمٌ في نفسك كريمٌ على نفسك وكريمٌ على قومك قيلت له على سبيل يا أخواني التهكم والسخرية ذُق إنك أنت العزيز الكريم أي لست بعزيزٍ ولا كريم ثم قال الله سبحانه وتعالى إن هذا ما كنتم به تمترون أي هذا ما كنتم فيه تشكون من دمى قال الله عزيز بل هم في شكٍ يلعب هذا الذي كنتم تشكون فيه كقوله سبحانه وتعالى يوم يُدعُّون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذِّبون أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون وهنا قال في هذه الآية إن هذا ما كنتم به تمترون وبعد بيان حال الكافرين ذكر الله سبحانه وتعالى حال المتقين وهذا إن شاء الله عز وجل نبدأ به في الدرس القادم لانتهاء الوقت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك